الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في سلسلة الفقه الميسر مع كتاب الصلاة صلاة التطوع اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صلاة مهجورة سنة هاجرها أكثر المسلمين إلا من رحم ربك إنها صلاة التوبة هناك صلاة تسمى صلاة التوبة يعني أن المسلم إذا أذنب ذنبا إذا فعل معصية فإنه يصلي ركعتين لله عز وجل حتى يغفر الله له ذنبه فإذا ذرت معصية وذت ذنب تتوب إلى الله عز وجل وتصلي ركعتين حتى يغفر الله لك ذنبك هذه صلاة التوبة صلاة التوبة دل عليها أو دلت عليها السنة النبوية فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذنبه ظاهر انظر رحمة الله سبحانه وتعالى إذا أخطأت إذا أذنبت فتطهرت ثم صليت ثم استغفرت الله يغفر الله لك ذنبك ثم قال صلى الله عليه وسلم واستدل بقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله هذا هو دليل مشروعية صلاة التوبة صلاة التوبة سنة مستحب فعلها من فعلها يؤجر ويثاب ومن لم يفعلها فهو ليس بيآث لكن أنبه على شيء التوبة من الدم حكمها الوجوب واجب عليك تتوب من الذنب لكن صلاة التوبة مستحبة ففرقوا بارك الله فيكم بين أمرين التوبة من الدم واجبة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلعون ولكن صلاة التوبة حكمها الاستحباب صلاة التوبة بعدما ذكرنا معناها وذكرنا مشروعيتها وذكرنا حكمها في السنة ما كانت اشتسمية صلاة التوبة باسم صلاة التوبة وإنما أخذ العلماء هذا المعنى من الأحاديث أما فضلها فقد سمعتم الحديث أن الذي يصلي صلاة التوبة يغفر الله له ذنبه اسمعوا الحديث ما من راجل ليس يعني هذا أن المرأة لا تدخل في هذا الحكم حتى المرأة يذنب ذنبا قال العلماء حتى لو كان هذا الذنب من الكبائر يعني صلاة التوبة تكفر الصغائر والكبائر كون مسلم يقع في كبيرة من الكبائر ويقوم ويصلي صلاة التوبة بشروط سندكرها يغفر الله له ذنبه إذن صلاة التوبة تكفر حتى الكبيرة ما من رجل يذنب ذنبا لكن انظروا ثلاثة شروط يتطهر يتوضق حتى لو كان على وضوء يقول له نوض وتوضق يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر إذن ثلاثة أمور تتوضأ ثم تصلي بعد الصلاة تستغفر الله سبحانه وتعالى تتوضأ لابد أن تتقن الوضوء تتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله تصلي صلاة بخشوع وخضوع بقلب حاضر قلب غير غافل ولا لاه ثم تستغفر الله سبحانه وتعالى فيغفر الله لك ذنبك فما أرحم الله بنا وما أعظم نعمة الله علينا ربي فتح لنا مجال مجال التوبة هذه الصلاة تصلى على الفور استحبابا يعني ماذا به المسلم غير يرذب يصلي مباشرة هذا هو الأفضل أنه يبادر بالتوبة ويسارع بصلاة التوبة لكن لو أن الإنسان أخر التوبة يصليها كذلك يعني دار ذنب على الساعة الثامنة صباحا لما جاء المساء بغير يصلي صلاة التوبة قال بعض العلماء له أن يصلي صلاة التوبة هذه الصلاة كما قلت لكم تشرع لكل ذنب صغيرا كان أو كبيرا ولكن يستحب للتائب مع هذه الصلاة أن يكتر من الأعمال الصالحة تذر الذنب لعله كبيرا من كبائر الذنوب صلي ركعتين تبئ إلى الله التوبة بشروطها قال العلماء شروط التوبة ثلاثة شيء يتعلق بالماضي وشيء يتعلق بالحاضر وشيء يتعلق بالمستقبل أما الماضي تندم على هذا الذنب الذي فعلته لأن الندم توبة والحاضر الآن تقلع عن هذه المعصية ثم تعزم على أن لا تعود إلى هذه المعصية في المستقبل هذه شروط التوبة إذا كان الدنب بين العبد وبين ربه وقتلكم مع صلاة التوبة يشتهد في الأعمال الصالحة يشتهد في الصلاة في بر الوالدين في الصدقة الله تعالى يقول وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَكْ وَآمَنَكْ وَعَامِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى هذه الصلاة هل لها وقت معين قال العلماء تصلى في كل وقت بمعنى أنها تصلى حتى في أوقات الكراهة لو قدر الله أن إنسان فعال ذنبا بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر دان ذنب هل يجوز له أن يصلي صلاة التوبة بعد صلاة العصر نعم فور فعل الدنب يصلي صلاة التوبة إنه لا يدري لعله يأتيه الموت فيتوب إلى الله قبل أن يأتيه الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب دنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي فصلاة التوبة تصلى في أي وقت ولا وقت الكراهة لأنها صلاة لها سبب سؤال أختلوا به هذا الموضوع وهو من فعل ذنوبا كثيرا في الماضي والآن هو يتابعني سمع أن هناك صلاة تسمى صلاة التوبة هل ترجمة نانسي قنقر